تأجيل صرف مقدمات العقود لتحفيز اللاعبين على الفوز على بطل بوتسوانا عندنا لقاء اين؟ امام تاونشيب لقاء اللي جاي اللي هو النهاردة بإذن الله الساعة 9 وفي لقاء يوم 28 يوليو ألجاري لقاء في الجولة الرابعة امام تاونشيب بس في بوتسوان عشان كده مسؤولي النادي الأهلي شايفين انه ما يتمش صرف العقود او مقدمات العقود بالنسبة لللاعبين جميعا وكمان مكافئة بإذن الله الفوز في اللقاء ده اللي هو هتلعب النهاردة واللقاء اللي هتلعب في الجولة اللي جاية الا بعد لقاء الجولة اللي جاية اللي هي الجولة الرابعة كنوع من أنواع التحفيز لللاعبين عشان يتم صرف هذه المكافئات مع مقدمات العقود بعد فوزهم بإذن الله باللقائين دول